شهدت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة العديد من الإنجازات على أرض الواقع في محافظة بن يسويف والتي لقت استحسانا وإشادات كبيرة من المواطنين ونفذت المرحلة الأولى للمبادرة أعمالها داخل 66 قرية رئيسية بالإضافة إلى أكثر من 200 عزبة وتابع أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين مع دخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيز التنفيذ بمحافظة بن يسويف شهدت المرحلة الأولى العديدة من الإنجازات على أرض الواقع والتي لاقت استحسانا وإشادات كبيرة من المواطنين خاصة على صعيد مياه الشرب والصرف الصحية رئيسة شركة مياه الشرب والصرف الصحية في بن يسويف دين عمر قالت إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شهدت إنشاء محطتين جديدتين لمياه الشرب وإحلالا وتجديدا لأربع محطات أخرى لتوفير الاحتياجات وذلك حتى عام 2050 إحنا عندنا تم إتاحة أربع حزم من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم تمويلها بمبلغ حوالي 750 مليون جنيه الحزمة الأولى شملت شبكات المياه سواء للمناطق المستجدة اللي هي ملاصقة للحيز العمراني أو داخل الحيز العمراني والإحلال والتجديد للخطوط المتهلكة اللي هي كانت فيها كسرات بنسبة عالية المرحلة الأولى للمبادرة والتي جرى العمل فيها داخل 66 قرية رئيسية بالإضافة إلى أكثر من 200 عزبة وتابع أحدثت نقلة نوعية في حياة مواطني بنسويف واستهدفت تطويرا شاملا بالقرى من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية